دئبوا بالناس أغنية الفنان هيام يونس الشهيرة من أبرز الأغاني التي غناها الفنان اللبناني هاني سقر في تسعينيات الزمن الجميل هو لم يكن يدري أن هذه الأغنية التي أكسبته شهرة واسعة في عالم الفن والموسيقى ستتحول إلى حقيقة في القرن الواحد والعشرين فهذا الفنان اللبناني الذي حظي بشهرة كبيرة من خلال الأعمال الفنية التي قدمها ها هو اليوم يطلب المساعدة ويدق باب أي شخص يمكن أن يؤمن له علاجه نظرا لعدم قدرته على رعاية أسرته وتلقي العلاج المناسب هالسنتين مرأوا ما بتمنى يمروا ربع 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 المعاناة اللي عميشها على أي أنسى ما بتمنى من كل النواحي إذا بدنا نحكي نواحي المادية أنا تحت الأرض أنا والله العظيم ما بدي شيء لجايبتي ما بدي شيء لألي ما بدي مصاري ادفعوا مصاري للمستشفى أنا بطلب من من الناس من أي حدا قادر يساعدني وخليني خص بالذكر دولة الإمارات اللي أنا بنتمي لإقامتي أنا وعائلتي وبتمنى كمان وبعرف ما بأصره كمان المملكة العربية السعودية كما علت المطالبة بمساعدة سقر حلاجه بالجامعة الأمريكية ما بيقدر يتحمل وجوفه ما بيسمح له للمادية وكل الظروف الثانية نحنا ما بنطلب إلا بس أن أخي هاني يتقدم له المساعدات الحقيقية يذكر أن الفنان هاني سقر هو مغنن وموسيقي لبناني يقيم في طرابلس وهو من موليد بعلبك ولديه خبرة موسيقية تتعدى العشرين عاما في الموسيقى والبرامج التلفزيونية والإذاعية والتمثيل وتأليف الموسيقى